اهلا بكم اعزائي متابعي صفحة جبتون على الفيسبوك انا اشرف حمدي مؤسس القناة والنهاردة احنا فيه لقاء مفتوح مع بعض لو حد حابب يسألني على حاجة حابين تكلموا في حاجة الاول انا بعتذلكم عن الفترة اللي فاتت فترة الغياب اللي فاتت وده كان بسبب الهاكينج اللي حصل على اللي هو البيزنس اكاونت يعني الصفحات بتاعتنا كلها على الفيسبوك والحمد لله استعدنا الصفحات كلها بعد عناق وده اكيد كان مع يعني ما خلينا مش عاجفين نعمل انتاج يعني جديد ان شاء الله لفترة اللي جاية هنرجع بايمون وبحمد انا معاكم لو حد حابب يسألني على حاجة هو فين اللايف معلش هي اول مرة اطلع فيها لايف طبعا فايه الموضوع بالنسبة لي الجديد انا سهل اقرأ من على البيسي معلش ممكن تقلد الصوت اللي حضرتك بتعمله هو هو ده صوتي اصلا اللي انا بتكلم بيه يعني انا مش محتاج اقلد اصوات لان ده تقريبا نفس الصوت اللي انا بتكلم بيه هو نفس الصوت حمادة ومعظم الشخصيات اللي بعملها زي ايمون المجنون مثلا هو فين اللايف هو اللايف هو الحمدلله على سلامتك الله يسلمك الله يسلمك فين فوزي في التلاجة جوه حضرتك ازاي بتعمل نبرة الصوت انا ما ببزلش مجهود الصراحة في موضوع الصوت يعني هو نفسه صوتي برفع فيه شوية بزود بالكمبيوتر يعني هتلاقوني لو هكلم بصوت حمادة مثلا فانا مش بغير يعني كتير من صوتي اللي انا بتكلم به اصلا اساسا هو نفس الصوت بتعصب بس شوية وبرفعه شوية وبعدين برفعه اكتر بالكمبيوتر فبيبقى حمادة او ايمون مين كان مسؤول القناة في غيابك اه احنا فريق اعمل من ثلاث اشخاص انا واميرا مصطفى ومصطفى عشري وبتتعاون معنا هاجر الايبياري هي اللي بتعمل صوت ساوسان وفي اكتر من حد بيتعاون معنا في الاصوات اشتغل معنا الفنان دياب مثلا في 300 امبابي كنت سعيد جدا بالمشاركة بتاعته معنا السويس كلها بتقولك الحمد لله على السلامة الله يسلمكم يا رب عايزين فيديوهات اه كتيرة بافكار تناقش موضوعات اكتر اهمية اه ان شاء الله المرحلة الجاية هنحاول نزود معدل الفيديوهات بتاعتنا يعني او احنا حظنا مش عارف ماله كل شفية بيحصل لنا حاجة زي ما كنت بقول لكم الفترة اللي فاتت كان من خمسة من خمسة اغسطس لحد حاجة لحد دي ممكن عشرة سبتمبر مش فاكر بس قعدنا فترة طويلة جدا الاكاونتات بتاعتنا الصفحات بتاعتنا كلها اه اتعمل عليها هاكينج وهو ما كانش اهمه لصفحات هوا مش عارف ليه افل البيتج بتاعت اه بليتون و افل بيتج تانية نعتقد ايمون المجنون افلهم وهو كان الهدف بتاعه ام ان هو يعمل اعلانات او انه يعمل اعلانات لصالح الغير ويحسبهم وياخد сто perdeو ما في جيبه فلاقيته عمل بقيمة عشرة تلاف جن نيه اعلانات بلدين وليسه الموضوع شغال في الفيسبوك لان انا اثبت ان هو كان معمول هاكينج على الاكاونت وتم استعدته وبالتالي اي حاجة حصلت اثناء الفترة بتاعة الهاكينج دي احنا مش مسؤولين عنها فهو من روسيا يعني على حسب مفهمت كده هو من روسيا الهاكر الروسي نعمل حلقة عن بتوع التيك توك ماشي ممكن نعمل حلقة عن التيك توك مرسي جدا الله على التعليقات الحلوة دي كلها تحياتي لشعب السودان وتحياتي للسويسة الله يسلمكم بس هي هو الموضوع بتاع الهاكينج كان صراحة ضربة جامدة يعني يعني ضربة جامدة يعني انا اكتر حد وسواس وارتر حد بيقلق وبيحافظ على الاكاونتات بتاعته وعملتو ستيب فيريفيكيشن والباسوورد صعبة جدا عبارة عن حروف كابيتل وسمول وأرقام ورموز يعني اللي هو ايه فصحيت من النوم لقيت واخد كل الاكاونتات بالباسووردات بالباسووردات فالموقع الوحيد اللي سمح له بالدخول كان الفيسبوك يعني الهاكينج اللي حصل ده كان حصل على البراوزر اخد السافد لوجينز والسافد باسووردز والحاجات دي كلها من البراوزر مفيش ولا اي موقع دخله غير الفيسبوكيش قال له اتفضل حاول على اليوتيوب معرفش ده حتى نتفليكس حاول يخش نتفليكس معرفش يا مارك يريد بس اصرف يعني شوية على تأمين الموقع اللي بناكل منه عيش لان كده مش نافع واحد بيقول لي مش من روسيا وانفعل الفي اي بي بس هو ما بيدخلش غير من روسيا يعني الاكاونت اللي دخلي كان روسي اسم بتاعه روسي وفاتح من روسيا وكل حاجة روسي فروزي فمش بيغير هو يعني يلا منه لله بقى اكتر من حد بيقول لي عايزين فيديوهات على المغتربين ماشي ممكن نعمل حاجة ممكن نعمل حمادة في الغربة بس هي عايزة حد اتغرب يعني انا ما اتغربتش بره مصرفان مش هعرف اعبر قوي عن اللي اتغربه يعني لازم اكون عيشت الحالة نفسه وإلا بقى ابعتولي السكريبت يعني لو حد عنده سكريبت يبعتولي عن الموضوع ده لان انا ما عاشتوش الكوكيز اعم بالزبط انا بقيت دلوقتي خليت البراوزرات بتاعتي كلها ما تحتفظت باي كوكيز ولا باي سيفد لوجينز ولا باي سيفد باسوردز والكوكيز بتتنظف تقريبا كل ساعتين اللي هو كل ساعتين لدرجة ان انا تقريبا كأني بدخل من جهاز جديد كل شوية لان لقيت المواقع بتشكي فيي انا نفسي اللي هو انت داخل من جهاز جديد يعني بس انا اعمل ايه ما هي ما لهاش حال تاني تحياتي لشعب ده اهلية بس ايه حكاية شعب ده اهلية احنا شعب واحد يا جدعان يعني لأهل الده اهلية بل الشعب الده اهلية دي محسسني ان هما دولة مستقلة هي ايه الحكاية بتاعت المغتربين اكتر من حد بيطلب مني اعمل فيديوهات عن المغتربين ماشي تمام طب بعطولي افكار او اسكريبتات او كده لان انا زي ما بقول لكم انا ما عيشتش موضوع الغرق يعني انا ما سفرتش برا مصر اصلا انا ممكن اتخيل طبعا مشاعر المغترب عامل ازاي ولكن بردو مش زي اللي عاش الموضوع يعني بنفسه فابعتولي حكاياتكم ابعتولي سكريبتات ابعتولي افكار عن الموضوع ده انا عايز اعمل فيديو عن الهاكرز والله وعن مرج اللي سيب اي هاكر يخش عادي خالص يعني يعني انا منشك جدا الله على التعليقات الجميلة دي فين فاوزي في التلاجة هو ايه موعيد اللايف بتاعتك انا اول مجاة اطلع اصلا لايف يعني انا مش متعود على الكاميرا ولا متعود اطلع لايف بس انا قلت اعمل نوع من التفاعل مع الناس يعني لأول مرة من 2013 من ساعة ما عملنا القناة قلت اطلع اجرب اتكلم معاكم اشوف ايه الموضوعات اللي انتم حابين تشوفوها المرحلة الجاية على ايجبتون اطلع اشوف ايه رأيكم في الفيديوهات واطلع اعتذر لكم عن التأخير لان انا عارف موضوع التأخير ده مش لطيف ولكن مش بادينا والله يعني اصلا الكارتون بياخد وقت طويل جدا في التنفيذ بياخد يعني احنا المراحل بتاعته بتبقى الفكرة السكريبت التراك الصوت تصميم الشخصيات لو الشخصيات ده جديدة الخلفيات التحريك التركيب المونتاج وبعد كده ان انا ارفع الفيديو وحط لي تاجز وحط لي وصف واختار له عنوان واختار له صن نيل وابدأ انشره على مواقع التواصل الاجتماعي فشغلانة كبيرة جدا وبتاخد مجهود ضخم جدا يعني احنا عشان نعمل فيديو واحد بناخد مش اقل من اسبوعين ساعات شهر وده على عكس تصنع المحتوى اللي المحتوى بتاعهم لايف فبيبقى من السهل عليهم جدا انهم هيعملوا فيديو كل يوم مثلا فيديو كل يوم او اتنين او بيشتغل بس على الفكرة السكريبت والمونتاج مفيش بق رسمه وتحريك وتركيب وخلفيات والوان وتصبيت والشغلانة دي كلها بالنسبة لموضوع الاطفال هي قناة ايجبتون مش للاطفال وصراحة انا بتخوف من موضوع الاطفال ده بحس ان هي مسؤولية كبيرة اني اعمل حاجة للاطفال بحس ان اللي لازم يشتغل للاطفال يبقى طربوي ويبقى مخلي باله من كل كلمة بيقولها في السكريبت لو هنعمل حاجة للاطفال لازم تعدي الاول على حد طربوي علشان انا بخاف ابوز ابوز الاجيال يعني ابوز الاجيال اللي جاية اعمل حاجة مش مناسبة للاطفال بتخوف جدا من كده مكسي جدا على تعليقاتكم اكتر من حد بكدو بيتكلم على نفس الموضوع بتاع الغربة حاجة علشان انتو كلكم اصفقتوا وما فضلش اللي انا هنا ولا ايه في تعليقات عليش حتجاهلها تماما اوكي وعشان يعني ولا كأنني شفتها حقوقوا علي معلش تحيات الشعب سوريا ربنا يخليكم سعيد والله جدا يعني التفاعل بتاعكم مع لايف بالنسبة الموضوع على طول بتاع الفيديوهات احنا حاولنا الفيديو قبل الاخير بتاع السيدالية انه هو يبقى طويل شوي كان اول مرة نعمل فيديو الحمادة كان تقريبا 11 دقيقة و هنحاول المرحلة الجاية بردو ان احنا نطول الفيديوهات بس هي المشكلة ان انا بخاف من الاملال يعني انا علشان اطول الفيديو لازم ابقى ضامن ان اللي هيفتح الفيديو هيتفرج عليه من اول ثانية الاخر ثانية انه ما يزهقش وما يملش فده محتاج مجهود اكبر في الاسكريبت يعني لازم الاسكريبت يتكتب بشكل بحيث انه ما يبقاش فيه اي مط ولا اي املال ولا اي استطراض ما لهوش اي داعي لازم كل كلمة تبقى في مكانها لازم الاسكريبت كله على بعضه ما يبقاش حشوه وما يبقاش فيه اي نوع من الاملال فده الصعوبة بتاعت الموضوع ده ان انا اطول اللي هو الفيديو وفي نفس الوقت اخليك ما تزهقش وتقوم قافل الفيديو تحياتي لأهالي سهاج وفوزي الحمد لله تمام بخير تحياتي لأهالي شبرة تحياتي لشعب ليبيا ربنا خليكم رب انا مش عرف اشكركم ازاي على التعليقات الجميلة دي ان شاء الله فيه حاجة جديدة قريب وحتبقى الايمون المجنون هو احنا مشكلتنا في صناعة المحتوى ان احنا بيطلع عينينا في صناعة هذا المحتوى وان مش دي نوعية يعني مش دي نوعية المحتوى اللي ينفع الواحد يتربح منه بسهولة او او انه يستمر فيه على اليوتيوب والفيسبوك لانه هو بياخد وقت طويل جدا ومجهود ضخم جدا زي ما كنت بقول على عكس صناعة المحتوى اللي المحتوى بتاعهم بيعتمد على الفيديو على اللي هو اللايف على اللي هو التصوير بيبقى فكرة اسكريبت او ارتجال مش لازم يبقى فيه اسكريبت ممكن يبقى لوز اسكريبت يعني يبقى اسكريبت كده ارتجالي اكتر وبيصور وبيمنتش وفيه ناس مش بتمنتش فيه ناس بتفتح الكاميرا وتقعد تتكلم وتقفل الكاميرا والفيديو خلص فمن السهل عليهم انهم يعملوا فيديو كل يوم والفيديو الواحد ممكن يبقى مص ساعة ممكن يبقى ساعة ممكن يبقى ساعتين بالنسبة لنا صعب جدا بالنسبة لنا صعب جدا احنا عشان نعمل فيديو خمس ست دقيق بناخد لنا اسبوعين ثلاثة فدي المشكلة دي فعلا المشكلة ومالهاش حل مالهاش حل اللي هو الاسف يعني عشان كده القنوات اللي زي اجبتون قليلة جدا او يمكن مش هتلاقوا قنوات زي اجبتون لان الانتاج بتاعها مكلف جدا كوقت وكمجهود فلما تيجي تحط العائد قصاد الوقت والمجهود اللي اتبازل هتلاقي ان العائد لا الواحد يروح يشتغل في اي حاجة تاني احسن له بس انا فائلي يعني انا بحب الموضوع ده انا اصلا خريج اسنان الفين وخمسة ومن قبل ما اتخرج اصلا وانا شغال رسام كاريكاتير من وانا في اعداد اسنان اعداد اسنان ده كان في سنة اللي هو تسعة وتسعين الفين بعد ما بعد التخرج اشتغلت بقى في مجال رسوم المتحركة في اكتر من مكان وبعد كده استقليت وفي 2013 عملنا اجبتون انا حابب موضوع الكارتون انا حابب موضوع ان انا اعمل حاجة اتمنى ان هي تبقى ظريفة وتضحك الناس وتبسط الناس احابب اوي الحاجات البصرية الدياجرافيك الكارتون التو دي تحديدا فبس انا فائري لو كنت اشتغلت في طب أسنان كان يمكن حالي بقى أفضل من كده بس انا حابب المجال ده سلامي لأهالي أد أهلية مكسي جدا للتعليقات الجميلة والإيجابية والمشجعة الكاميرا وقفت نعتذر عن هذا العطل الفني ورجعتلكو تاني كنا بنقول ايه مكسي قوي على التعليقات الجميلة ربنا يخليكم الحمد لله رجعت الأكاونتات المسجوعة بعد عناه ولقيت مديونية 10 تلاف جنيه الهكر عمل إعلانات بالدين بقيمة 10 تلاف جنيه والفيسبوك سابو يعمل إعلانات بالدين فجيت استلمت الأكاونتات وهي مديونة الحمد لله مش حدفع ولا مليين طبعا بعد تشتكي ومستني من ساعتها يا مارك يا مارك تعال شوف اللي بيجرد يا مارك انت ازاي وصلت للمستوى ده والله مش عارف والله مش عارف بجد يعني انا زي ما بقولكم انا بحب الجسم بحب الحاجات البصرية بحب الكارتون اللي هو 2D تحديدا يعني بحب الكاريكاتير بحب الجرافيك والموشن جرافيك فلما الواحد بيحب حاجة بتبقى دماغه فيها فحتلاقيه بيتعلمها هتلاقيه بيدور على اي مصادر بحيث ان هو يطور من مستوى ان هو يتعلم حاجة جديدة في المجالة اللي بيحبه الحاجات الجديدة هتنزل قريب ان شاء الله انا لسه مخلص سكريبت النهاردة لأيمون ان شاء الله النهاردة سجل الصوت واسبوع كده ولا حاجة او عشر تيام ونكون عملنا الفيديو في حياتي لشعب ليبيا اعمل صوت حمادة ما هو صوتي يا جدعان ما هو صوتي انا هو صوت حمادة ما هو نفس الصوت انت اهلاوي ولا زملكاوي انا للأسف مليش في الكرة وده مخسرني كتير على ايجبتون لأنا لو كان ليا في الكرة كنت عملت فيديوهات كتير جدا عن الكرة فعايز يبقى ليا في الكرة علشان اعبر عن الموضوعات بتاعة الكرة على قناة ايجبتون لان الكرة من الواضح ان هي من الموضوعات المهمة بالنسبالكم مش مهمة خلص بالنسبالي بس يعني هو المشاط اللي بتفرج عليها بتبقى دولية يعني لما مصج تلاعب دولة تانية مثلا إنما أنا ماريش في الكورة يعني هو أنت أيمون نفسه أنا أشرف حمدي مؤسس إيجبتون وأنا اللي بعمل الصوت وبعمل السكريبت وبرسم وبصمم الشخصيات وبمنتج وبيطلع أيمي في الشغلانة دي ومعي أميرة وعشري هم اللي بيحركوا ومعنا هاجر الإبياري بتعمل صوت سوسن ومن حين لآخر بنستعين بحد يعمل صوت يعمل سكريبت يشترك معنا في حاجة سعيد والله جدا بالتعليقات الجميلة دي واحد عايزني أقول اسمه سيد أنوش زكا ساي تحيات الأهل كفر الشيخ ممكن تحكي لنا الظروف حاجات أنا ولا كإني شفتها يا جدعان في حاجات ما ينفعش تكلم فيها في حاجات فحققوا علي في تعليقات حتجاهلها وإنتوا عارفين حتجاهلها ليه فبلش تكتبوها عايزين مسلسل 30 حلقة كوميدي لرمضان والله ممكن بس هو إحنا علشان نعمل حاجة 30 حلقة لرمضان محتاجين نشتغل قبلها بصنة كان المفروض بقى نبدأ من رمضان اللي فات علشان لأن 30 حلقة والحلقة هتبقى 6-7 دقايق مثلا أو 5 دقايق فاحنا بنتكلم في على الأقل 150 دقيقة فبنتكلم في ساعتين ويه فده كتير يعني ساعتين يعني ونص ده كتير قوي الله يسلمكم مرسي جدا على تعليقاتكم صوت ساوسان حضرتك لا اللي بيعمل ساوسان هي هاجر الإبياري هاجر الإبياري أنا بعمل أنا نسيت اسم أمه شابانا إنما مش بعمل ساوسان تحيات الأهالي شبرة أعمل لنا حلقة عن محمد رمضان في اسكندرية إيش معنى هو إيه اللي حصل لمحمد رمضان في اسكندرية ما عرفش أنا بقالي فترة مش متابع تحيات الشعب الجزائر يعني جيت تقول عبدالله شيحة عبدالله شيحة بصوت أيمون أو حمادة ما هو نفسه صوتي يا عبدالله ما هو نفسه صوتي والله يا عبدالله ما مش بغير فيه كتير يعني يبقى شوف أنا كنت عامل يعني كنت متكلم على الموضوع ده من شوية أنت في مصر أم لا أنا في مصر لا أنا في مصر قلت بيضا جميعا إن شاء الله حارج هتشعل على السقف دلوقتي حارج من عناي جات لك منين حكاية أن يكون فوزي مع أيمون ويكلمه مش عارف حسيت أن أيمون وهو لوحده كده مجنون حسيت أن من الظريف أن يبقى فيه حاجة معاه كائن كده معاه رايح جاية بس هو فوزي رايح جاية ما بيعملش أي حاجة وأيمون عشان مجنون فبيكلمه بقى وبيتخيل أن هو بيرد عليه كده تحياتي لأهل سهج تحياتي لشعب السودان تحياتي لأهل الصعيد أحيي أكثر من من اللي أنا فيه أحيي أنا مش عارف ليه أحيي بيعتبرها عيب هي كلمة سكندراني معناها يا لهوي أو يا مصدتي بس هي كلمة اسكندراني بالمعنى ده فهي مش كلمة عيب خالص أزود في التيم أزود في التيم بتاعي أكثر علشان أقدر أخط كل الأحداث يعني أزود في التيم علشان أقدر أعمل معدل أربع للأسف لو زودت في التيم برضو ده مش هيزود الإنتاج بالشكل اللي أنت متخيله تقريبا لأن أنا اللي بعمل كل حق يعني تقريبا أنا بعمل معظم الحاجات الأفكار التصميم الشخصيات الخلفيات لو هجيب حد يصمم شخصيات و هجيب حد يعمل خلفيات و هجيب حد يعمل تركيب و هكذا مش هتطلع بنفس الروح بتاعي أجيبتون دلوقتي يمكن تكون أحلى بس مش بنفس الروح دي دي حاجة الحاجة التانية حيبقى صعب جداً أسيطر على العدد الكبير ده من الناس يعني حيبقى صعب إن أنا أتابع ده و ده و ده و ده هتبقى مشكلة هتلاقي أخطاء بقى كتير أنا اشتغلت في شركة يسموا تحرك خلفية مش راجبة مع الشخصية بلتة الألوان بتاع دي مش مش ماشي مع بلتة الألوان دي تيجي تلاقي أخطاء كتير جداً في المونتاج تيجي تلاقي يعني هنا في مصر الموضوع صعب جداً إن يبقى فيه تيم فاهم بعضه فاهم بعضه كويس وشغل مع بعضه كويس و بيسلم لبعضه صح يعني كل واحد يسلم للي بعديه صح علشان هتحصل لخبطك تيجي قوي لخبطك تيجي قوي وتلاقي في الآخر وانت بتمنتج الشغل كله بايز ودي يا ما شفته يا ما شفت الموضوع ده وبعدين بردو ما تنسيش موضوع العائد المادي يعني هو العائد المادي قد إيه علشان نكبر التيم يعني حيتوزع على كام كل واحد حيخد له كام في الآخر حيبقى بلح تحياتي لك من المحل تحياتي من المنصورة تحياتي من الفيوم والله يعني تحياتي لكل محافظات مصر والله أنا سعيد جدا بالتعليقات دي ممكن تعمل حلقة عن مجتادة منصور لا 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 اعمل انت اعمل انت وفرج بي تحياتي لأهيل المنصورة ايوة اعمل فيديوهات على نصب الفيزا كارد انا فعلا كنت شغال في سكريبت على الموضوع ده على موضوع المكالمة بتاعت البنكي لان هي حصلت معي شخصيا فجات لي الرسالة اياها بتاعت احنا البنكي المركزي وابعت لنا والله هو تم ايقاف الحساب بتاعك البنكي وكلمنا فضلت 24 ساعة كلمهم مفيش حد رد علي انا كنت عايز اسجل المكالمة واعمل المكالمة دي كارتون زي ما هي كده كنت هتكلم بصوت حمادة وكنت هسجل المكالمة دي زي ما هي كده وانزل ما فيش حد رد علي فانا هعمل الموضوع ده فعلا بس هيبقى مش المكالمة هتبقى مش بجد بقى هتبقى تمثيل يعني تحياتي من استراليا تحياتي للشعب الاسترالي والمصريين اللي في استراليا والمصريين اللي في السعودية والشعب السعودي وانت اجمل والله يا ربنا يخليك يعني انا سعيد جدا بالتعليقات الجميلة دي مين اللي بيعمل صوت الشويش انا بردو انا اللي بعمل صوت الشويش بردو ناس تانية من استراليا طب والله كويس تحياتي من المكسيك ده بجد ولا هزار مش عارب ده بجد فعلا تحياتي الاهيلي كفر الدوار نستنين فيديو نصب الفيزا ان شاء الله حيبقى الفيديو اللي جاي بعد ايمون الفيديو اللي جاي حيبقى ايمون عن فلابي بيرد النهاردة كتابة الاسكريبت واللي بعدين ان شاء الله حيكون عن النصباية بتاعة الفيزا اللي هي بتاعة احنا البنك المركزي ولا قد تم ايقاف حسابك البنكي وبرجاء الاتصال بينك انت احسن يوتيوبر في العالم ربنا خليك ويوكبر بخاطرك تحياتي الاهيلي المنصورة حضري حضرتك خريج لا انا خريج اسنان جامعة القاهرة اصر العيني سنة الفين وخمسة دفعة الفين وخمسة طب اسنان اصر عيني القاهرة تحياتي من وصلنا للتانجويج وصلنا للتانجويج والله كويس الحمد لله ومن مطروح ومن المكسيك بجد مش هزار طيب تمام والله سعيد جدا والله وناس من موسكو طب والله تمام ابقى شوفلي الهاجر اللي صرعين اكاونتات بتاعتنا من موسكو بردو امسيكو في موسكو مين اللي بيعمل صوت ساوسان هاجر الابياري وانا والله بحبكو جدا تحياتي لك من القاهرة الحج فلاديمير بوتين شخصيا داخل بيعلق عندي لم الحج اجزبتوعك يا عم الحج وصباح الخير من تيكساس مين بيعمل صوت ساوسان هاجر الابياري يا جدعان انتم ما بتشوفوا انتم مش متابعين اللايف الكاميرا حتفصل كمان شوية طيب انا عايز اقول لكم على البيتج بتاعت بليتون في بيجو قناة لينا اسمها بليتون على اليوتيوب وعلى الفيسبوك يريد تعملوا لايك وفولو على الفيسبوك وحتلقوني بشاير فيديوهات منها ويريد تعملوا سبسكرايب على اليوتيوب انا تقريبا بنزل كل اليوم لايف على بليتون وانا بلعب جيم مختلفة ساعات كلاش رويال ساعات انريال تورجنامنت انا بحب العاب الاركيد اللي هي اسمها الاركو جيمز اللي هي الالعاب القديمة بس بعد ما طوروها لكن انتو لو عايزين اي جيم تانية ألعبها وعلق عليها يريد تقولولي في التعليقات انا اه يعني احنا عايزين اه نعدي ان شاء الله عشر تلاف متابع لبليتون على الفيسبوك احنا 24000 سبسكرايبر على اليوتيوب و انا بحب الجيم دي بحب الجيم دي فعلا ابني بيحبك قوي قل له بحبك يا بودي بحبك يا بودي زكيا بودي فين فوزي في التلاجة حضرتك من الجيزة ولا من القاهرة انا من الجيزة من الجيزة اتولدت في الجيزة وعايش في الجيزة ايوه هي يا نايت مير يا ايا عايزيني لعب عشان اصوت وصير اخوات فيه لعبة مرعبة جدا بتنصحني بيها آية جدا دي عايزة يعني اسف شريط مهد قبل ما اخدها في جد يعني صعبة فعلا بس انا ناوي العبها انا حملتها وجبتها الدراع اهو يا اي اهو يا اي اهو اهي عشان تعرف ان انا جد في وعدي حالعبها ان شاء الله وربنا يصطر بس ما تفضحش لان هي لعبة اه عايزة اعصاب يعني عايزة اعصاب يعني لعبة من العاب الرعب وعايزة اعصاب جامدة اه clash of clans clash of clans ماشي ممكن اوكي قل لي بحبك يا سحس بجعاية نتفليس بحبك يا سحس تحياتي لأهالي اسوال ابني بحبك قوي قل له بحبك يا بودي والله قلت له والله قلت له بحبك يا بودي قل له تاني بحبك يا بودي تحياتي لأهالي الشرقية clash of clans ماشي حاضر روحوا طيب اعملوا لايك بعد اللايف ده ان شاء الله روحوا اعملوا لايك لصفحة بليتون على الفيسبوك برضو clash of clans حاضر مرسي جدا والله على التعليقات الجميلة دي و clash of clans حاضر بحس ايمون بيعبر عن الشخصية بتاعتك الحقيقة ايوة ايوة هو ايمون تسعين في المية منه انا ناس كتير قوي بتنصحني ألعب clash of clans حاضر تحياتي لأهالي البحيرة play tone بل هي الانجلش play عادي play p l a y وبعدها tone t o o n play tone ليه ما بتظهرش في اعمال تلفزيونية والله مش عارف من شعر محدش طلبني في اعمال تلفزيونية ادم سامي بيقول يا جيد تقول اسمي لا مش حقول اسمك يا ادم يا سامي انت حقيقي لا اذا كرتون واللي هي بابجي هي بتتقال كده بابجي ولا بابجي انا لعبتها شوية وما يعني ما اندمجتش فيها قوي مش عارف ليه هي تريند وليه عاجب الناس بس انا لا حبيتهاش قوي بس هحاول معاها تاني هديها فرصة تاني الكاميرا فاصل التاني وبكده اه دي بلاي تون هي بلاي تون الكاميرا فاصل التاني معلش فحترجى انهي اللايف واشوفكم على خير اللايف الجاي ان شاء الله ممكن يكون الاسبوع الجاي باي باي موسيقى